تعالي ناخد صفحة 5 اه الصفحة قبل الاخير تعالي ايوه هي دي طيب مؤشرات السلامة المالية برضو المؤشر ده اللي هو مؤشر ربحية والتحسن بتاع النسبة كلما ارتفعت اذا انت ماشي في الاطار الايجابي يعني اخضر هتلاقي هنا ايجابي ده مؤشر بيئيس صافي الربح عن اخر سنة مالية معتمدة وبنعمل التنسيب بتاعه للاصول وحقوق الملكية طيب العائد على متوسط الاصول كان 1% بقى 1.2 من 10 طيب العائد على متوسط حقوق الملكية كان 14.5 بقى 17.7 من 10 طيب صافي هوامش العائد كان 3.8 من 10 ولا دالة سابتا برغم كل الازمات ل3.8 من 10 برضو طيب لقد انا عندي زيادات فين فالعائد على متوسط حقوق الملكية والعائد على متوسط الاصول تعالي نشوف السيولة المؤشر بيعكس قدرة البنك على ايه؟ الحاجة اللي بقول لخوفوك منها لعالة تعت الإخوان دي اه الوفاء بالالتزام عند استحقاقه دون تكبت خسائر غير مقبولة متوسط بقى نسبة السيولة الفعلية من العملات الأجنبية لدى البنوك 2014 مولهنا احنا كنا 59% دلوقتي نعندي السيولة فعلية من العملات الأجنبية بـ 75.3 فين يا يوسف الكلام ده اقولك الربع الاول من 20-23 هذه أرقام لا تقبل الشكة أو التأويل أو العبث دي أرقام قدام الدنيا لو الدنيا لقيت ان احنا يعني عندنا في الأمور أمور لا دا الدنيا تطلقبط فوق دماغنا ما فيهاش زار تعالي نشوف الأوراق المالية للأصول كانت نسبتها 21.18 دلوقتي بقت 26.18 طب ما تيجي نشوف القروض للوداع بالعملتين المحلية والأجنبية مع بعض كانت 41.5 بقت 48.9